شو بنعرف من قبل بنعرف كيف الفيروسات بيتكاثروا مواد الوراثية بيستعدوا عشان يتم استنساخهم والخلية بيعمل نسخات عن الفيروس والفيروس بيطلع والخلية بتموت بعض الفيروسات بيخبوا موادهم داخل مواد الخلية بيستنوا للحظة الجيدة عشان يستنسخوا نحن نعرف كثيراً عن الفيروسات ونعرف أيضاً أننا لا نعرف عنهم لذلك قليلاً ولكن عندما تظهروا؟ نحن نعرف شيئاً عن ذلك؟ نحن نعرف كثيراً عندما تظهروا أو كيف تظهروا العلماء لسه ما بيعرفوا أمتى الفيروسات تكونوا ممكن من قبل تكون الخلايا أو من بعديها نحن نعرف كيف تغيروا عشان يعدوا أكتر يكون مقاومتهم أكتر هكذا الآن أمن م Lorisca في فردنا الآن الكثير منita طرح الفيروسات بيخبوا معاً هملاً أنت تم показ�� وديك أن تنفسك في الفيروسات بيخب عن المواد ويتم جيد ويت paтиح أمراً عليهم ً أنا م يمكن أن يكون جيدة للفيروس مثل في هذا المثال عندما يكون جيدة للفيروس أو يمكن أن يكون جيدة لفيروس هذا المثال هو الـ HIV عملية استنساخ الـ RNA ممكن أن يصير بعض الأخطاء وهدول الأخطاء نسميهم طفارات والطفارات تقدر أنها تكون إيجابية أو تكون سلبية ومثال من هذا الأشي هو الـ HIV فيروسات مع الـ DNA الفيروسات مع الـ DNA الفيروسات مع الـ DNA تقوم بسرعة عندما تقوم بسرعة الـ DNA ليس كثيراً لأن الـ cell لديه ميكانيزم لتقوم بشكل جيد المثالات تحدثون مع هذا المثال لكنها تقوم بسرعة من الـ RNA لما الخلية تنسخ الـ DNA الخلية تتأكد أن كل شيء تمام وعشان هيك التحولات في الفيروسات اللي عندهم DNA بتصير أقل من الفيروسات اللي عندها RNA الفيروسات مثل الفلو وعشان فيحصل الـ DNA بعض الـ الناس وقوم بسرعة من الـ DNA وعشان فى الـ DNA في حلها وعشان الأشياء فيروسات مختلفة وقوم بسرعة من الـ إذا أكتر من فيروس بيفوتوا جوة الخلية في نفس الوقت بدر إنهم يختلطوا يكونوا فيروس جديد نعم، كما رأى أن المفرص يحييييييييييتي لكن لو ك Pyro 되게 بحقًا ليست قريبًا؟ لماذا ينبلك فوجينا التأخبات ليست قريبًا؟ نعم، لدينا البيان، البيان الأنمال، نحن بنرى في عام، كذي ينبذون. لكن ينبذون أن هذا مفرمي يحتاج الأمر لتأخذ غير الأمر. نحن الحيوانات والنباتات نتغير كمان بس هاد بياخد أجيال للفيروسات الأجيال بتصير في ساعات عشان هيك نقدر نشوف تغيراتهم بس ما منقدر نشوف تغيراتنا شو تعلمنا اليوم كيف الفيروسات بيتحولوا الخلية بتعمل أخطاء في عملية الاستنساخ تحولات بيقدر يكونوا تحولات إيجابية أو سلوية فيروس الـ RNA بتغير كتير بسرعة فيروسات الـ DNA بتغيروا ببطء إذا أكتر من فيروس بيدخل جوات الخلية في نفس الوقت بيقدر إنهم يختلطوا مع بعض ويعملوا فيروس جديد لقد انه تحضبا إلىنا نعم، هذا كله نعم، أردت أنهم يخبرون، وي أنا تحضبا نعم، نعم، ويصلون إلىنا في نفس الفيديو نعم، حزنا اشتركوا في القناة